السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة الوصفة اللي سنشارك معكم هي صباغة في المنزل صباغة للشعر باللون الأشقر ذاك اللون الأشقر الذهبي يزويون بثاف اللي يعجب جميع البنات والسيدات ولو يكونوا حتى في المتوسط ديال العمر ديالهم ولو تكون يديري حتى الدرة يعني تديري الفولار راهم مشي مشكل انك تصبغي الشعر ديالك بالأشقر وهكدا يعجبك الحال غير انت يوليداتك في الطا انك تكون يديري هاد اللون اللي يكون زوين وعصري مشي حرام اذا نحنا غادي نشارك معاكم هاد الوصفة وهاد الوصفة راكت تعطين نتيجة من الاستعمال الاول ولكن الى درتي نفس الطريقة من جميع المكونات ديالها الان قصي واحد مكوين انا ما غاديتش تعطيك من الاستعمال الاول خاصك الدراعه على الاقل واحد خمسة ولاست المرات والاكتر هاللي تعطيك اللون اللي انت كتقلب عليه هنا اول مكوين عندي هو البابونج غاديتخوض من نور بعدي الملاعق اكبر وانتي غاديتخودي غاديتشوفي الكمية اللي غاديتعطيني هاد المكونات بالكميات ديالهم غاديتشوفي الكمية الاخيرة ديال الوصفة اللي غاديتعطيني هاد اللون إلا عرفتها غاديتك ديري نفس الكميات بحالي إلا عرفتها غادي يقدك غير نص نقصي نص في الكميات وإلا كان شعرك طويل وكتر وغاديتحتاجي اكتر ضوب للمقادا انا انا اضرب على الملاعق ديال البابونج غادي نطحنهم مزيان ولكن البابونج راوخان طحنه انا را وقفت تصوير حتى طحنته راوخان طحنهم مزيان ضروري ما نغربلوه لان كيكون في واحد العويدات وبحلن خالة دياله هاديو المكونات لا داعي باش نديروهم باش ميقوش لنفس الشعر ديالنا باش نغسلو الشعر ديكو العويدات ودخالة كتبقى لك في الشعر ديالك انا احنا احسن ان انا نغربلوه مزيان هاد البابونج راكي يغطي واحد اللون في الشعر راكي تقدري تديري غير بحلش يعني تبخيه وتصفيه وتديري شعرك ولكن تقلسي في الشمس بوح ديتو ترشيه بالمادية البابونج وتبقي تقلسي في الشمس حتى نشف طلعي السطح ولا شي حاجه تبقي شعرك ورشيه بالمادية البابونج بزيان المال يتبخيه بالمادية البابونج تبقي تقلسي في الشمس بوح دلون رائع هادي وصفة اخرى ولتالك ما هكذا على السريع اما المكونات الثاني هو الخرقوم يكون ديال العود بلدي شعرك هنا ونضيف المقوه الاخر اللي هو بيضاء البيض هنا ما غديش يلون لنا الشعر لا ما غديش يلونه وإنما غدي يعطيه واحد الرطوبة واحد كي غي غديه راه مليء بالبروتينات كنعرفو بأن الشعر الشعر كيحتاج البروتينات بزف ومو الأضافر لدرجة أنه إلا كان الإنسان لا قدر الله في فقر الدم يعني خاصوه اللي بخوتين راه أش كي جرى له الشعر ديالو كيتساقط كي بده كيتساقط وكذلك الأضافر لأنه فقر الدم راه ماشي غير له بفاق وإنما راه حتى البروتينات من بعد هنا غنضيف زيت زيتون أنا غنضيف غير زيت زيتون انتي عندك شعر ناشف بزيف بغيت تضيفي زيت الزجلان ضيفي زيت الزجلان بغيت تضيفي شي زيت اللي كيتوطم مع شعرك مثلا زيت آملة ضيفي زيت آملة أنا هنا كنحتاج في هاد الوصفة الشعري كنحتاج غير زيت الزيتون فقط إذا هنا ضيفت ثلاثة ديال ملاعق ديال زيت الزيتون والوصفة لازم دائما تخدميها مزيان كتبقي تخدمي 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 حتى ذلك البابونج والخرقوم أو أي الكوركم كيتلقوا واحد بحل كولاجين من عندهم واحدة الرغا ما كيتبقاش الوصفة جافة لا كيتلقوا واحد بحل الشكل ديال من نشا هو ماشي نشا وإنما كولاجين غير باش نوري لكم بحلاش كشي حاجة لا زيجة كولاجين إذا خستك تخدميها مزيان 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 ولي تغذية الشعر أكتر غدي نضيفو العسل ولكنه يكون عسل ديال النحل إلا ما كانش بلا ما تضيفي عسل ديال زكر غدي يخسر لك الشعر ديالك هنا ضيفت جوج ديال ملاعق صغر أنا هاد الوصفة بغين ديرها الشعري وشعري أنا مشي السنسيبل يعني أنني وخاك نبدي اللي في الألوان بدرت السباعة بالبونيك نديرها الشعري بدرت بالأشقى نديرها الشعري نديرها الشعري درت مرطبة هكذا في ديال الشعر بحل تشكل ديال ترطيبة وصفالك ترطب الشعر كنديرها الشعري شعري مشي السنسيبل بالعكس كنديرها هاد الوصفة تريدك شي ما كيغير عليه والو إلا ما صايبوه ما كيغيروا والو من بعد ما خلطت مزيان 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 وعرفي الأسل بأنه راه مغدي للشعر وحتى هو كيطلق واحد لزاجة عارفين بلا سرها لا زيجة كيتلصق إن فاك نقصو بيدنا كيبقى كيتلصق إذا غايت أنا واحد قوام زوين وغادي يضيف واحد المغدي للشعر غادي نضيف هنا الحليب السائل غادي نضيف غير بالملعقة بالملعقة وانا كنخلط مزيان هلاش الحليب السائل خاصناشي مادة لي تكون فيها الماء باش هاد المكونات كيتلقو بحل كيخمرو كنعرفوا بأن الحليب راه فيه فيه الباكتيرية ديال الحليب اللي باكتغي ديال الحليب ولي باكتغي هما اللي عندنا في الخميرة هما اللي كيخمرو إذا فاش كنديرو الحليب وكنقون نخلطو هكدا كتشوفو حتى ما كيبقاش يعني في الزيت فقط الزيت والعسل لا بالعكس كيتلق وكن على يقين هادي دبارا إلا خليتها واحد جسوعية بحلها كده غطيتها وخليتها غدا تفيد غدا تخمر لأن فيها الحليب هادك الحليب كيساعدوك المكونات ديبغة اللي في البابونج ولي في الكوركم كيخرجوا من المكونات ديالهم كيخرجوا لنا للوصفة كاملة كيمتساجوا يعني كيولي واحد الوصفة اللي كتولي هي أصلا طالقة فاش غنديرو هالشعر غادي تبغل من هذا كل لون في الشعر ديالنا من بعد هالمكونات كاملة هدي هي الوصفة فقط إلا زدنا واحد المكوين راه ضروري ما نزيدوه إلا زدنا راه غديرها مرة واحدة ما بين ساعة ما بين نصف ساعة حتى ساعة هاد المكوين هو لو ديال الأكسجين البنات اللي ما بغاش يزيدوه بلا ما تكتبوا لي في التعليق البنات اللي ما بغاش يزيدوه ما يزيدوش أنا غادي كنشارك معاكم الوصفة اللي كندير أنا كيف ما كنديرها أنا بنسبة لهذه الكمية غادي ندير الأكسجين والو ديال الأكسجين وغادي ندير من نصف هاد القنينة هاد القنينة فيها ستين ميليليتر أنا غادي ندير تقريبا تلاتين ميليليتر أرا ما كتخسر والوع الشعر راه إلا جاونا اللي بنات للسالون وغادي ندير صباغة اللي هي كيماوية وفادي بخود ويشي ميلي كيش دو بسرعة وخاصهم يخرجوا في واحد الوقت اللي هو محدد وإليه كان الشعر ديالها غامق أرا ما كتخورش لها ديك الصباغة أرا ولا بده ما غادي نديرو لها إما دي كله غاس يوم بشوي اللي شعر ديالها يوم اللي فاتح شوية في اللون وإما غادي نخلطوها لها مع الصباغة باش كتخورش بسرعة نزيد وليبتك الصباغة اللي هي أصلا الصباغة رافيها لو ديال الأكسيجين وكونوا علي يقين طريقة باش كنديرو فاش كنديرو ديكولوغاسيون نديرو هي اللولة كموماهيدة الشعر هاللي نديرو الصباغة باش أعطينا نفس اللون ديال الصباغة كنديروها وما كنغسلوها هاش كنخليوا واحد الوقت كنديريليها اللون ديال لغير الما ديال تكباش يلا كنشعر قياناتي مزف كنديروش فيه الغبرة ديال التكباش كنديرو لها شعرها كاملو وما كنغسلوهش خصوصا لذرنا الماء ما كنغسلوش ما كان غسلوش الدكباش اللي درنا الما ديال التكباش ما كيتغسلش وكندخليه واحد فترة وكنديرو في السباغة فيه فيه السباغة كموية بحركة يعطينا اللون ديال السباغة هدايي لكان الشعر غامق اكاجو شعر اكاجو هذا الوصف نتمنى لكم انه تديروها كيف ما انا قلت لكم وانا ما اعجبكم شلو ديا الوكسيجين ديروها اموها ما بينستل الخطرات حتى الاكتر ما بينستل الخطرات حتى الاكتر نتمنى ان هذه الوصفات تعجبكم وتجربوها انا مجربها السلام عليكم ورحمة الله